مسلسل أمينة حي في الجزء الثاني تسريبات الحلقة الأولى وقصة المسلسل وإزاي حتصير الأحداث تابعوا نهاية الفيديو أمينة اللي هي بتقوم دورها إلهام فضالة بعد ما تكتشف إن هي كانت بتحلم وإن حياتها أحسن من الحلم ده بكتير وإن الواقع بتاعها أحلى لأنها كانت عايشة في أصر كبير وجوزها بيحبها وكمان بنتها لكن كانت عايزة فعلا ترجع الحلم وتعيش فيه أمينة اللي حتبدأ إن هي تقرب من سعد اللي بيقوم بدوره شهاب جوهر في الجزء الثاني اسمه سعد ومش فارس سعد عايش مع سبيكا مراتو سبيكا شخصيتها قوية جدا عليه وطبعا شفنا ده في أحداث الجزء الأول عندهم ولد وبنت الحلقة الأولى حيحصل فيها كالأتي الولد والبنت حيحصل لهم حدثة والحادثة دي هو إن البيت حيولع بيهم هيبقوا موجودين لوحدهم مش حيلقوا أي حد ينقذهم الولد والبنت حيموتوا سعدوا ومراتوا هيفجعوا وموت ابنهم وبنتهم هتبقى حدثة كبيرة جدا عليهم بالنسبة لأمينة اللي هتبقى معاهم وحتقرب منهم علشان توسيهم وطبعا تقرب من فارس وحدة وحدة بعد ما تطلق من حسن هنأي بعد كده ساعد سبب حالته النفسية الوحشة هيتجوز أكتر من واحدة هيتجوز بعد شهد سلمان اللي هي زوجته سبيكة هيتجوز فيه الشرقاوي اللي أيمى بدور شميل وكمان هيتجوز شوء الهادي الزوجة الأصغر سنان أما بالنسبة للنجم أريم النجم هتقوم بشخصية أمر ودي صحفية هتتكلم معاه وتحقق في موضوع حادثة اللي حصلت لأولاده هيقربوا من بعض وكمان هيتجوزها إيمان فيصل أي مبدور عزيزة أخت أمينة وقالت إن هي لا تموت بشخصية مونيرة بصلة يعني هي شخصية جديدة تماما الفنانة المصرية الجميلة بدرية طلبة أي مبدور شخصية باسبوسة شخصية باسبوسة هتبقى زوجة من زوجات سعد شخصية جديدة هتطل علينا في جزء الثاني وهي غادر السبتي اللي هتقوم بشخصية سعيدة إيمان فيصل بشخصية عزيزة ناصر عباس بشخصية عزيز طلال باسم هيقوم بنفس دوره اللي كان قاين بيه في الجزء الأول لكن المراتي هيبقى كويس ومش بيتلاجلك في الكلام ولا حاجة فهدي باسم أحمد النجار جود عزيز شخصية جديدة معانا كمان في الجزء ده رونق وعبدالله الحمادي بتنفرد إلهام الفضالة بدور البطولة في مسلسل الكوميدي الاجتماعي أمينة حاف أمينة حاف أهم القنوات النقلة له MBC السعودية هتقوم ببس حلقات مسلسل أمينة حاف الجزء الثاني على شاشة MBC هيتم بسه كمان على منصة شهد الإلكترونية وده لأكيدته إلهام الفضالة خلال ظهورها في بروم وإعلاني لمسلسلها جديد على منصة أشرت كمان أن كل حلقة هتقدم فيها شيء جديد تختلف شخصية إلهام عندورها في الجزء الأول تبدو أكثر قوة وندية بموجهة زوجها المزواج وتنفرد عادة منصة شاهد VIP ببس حلقات الإعادة ومشاركة مقاطع تشويقية لأحداث الحلقات القادمة لكن حتى اللاحظة لهم يتم الإعلان عن عن موعد عرضه في شهر إبريل أو شهر رمضان المبارك نوع المسلسل درامي كوميدي اجتماعي تأليف عالي الدوحان وإخراج سائد بشير الهواري بطولة البطولة جماعية والبطنة طبعا إلهام الفضالة وجوزها شهاب جوهر البلد المنتجة هي الكويت عدد الحلقات 30 حلقة موضة الحلقة 40 دقيقة شركة الإنتاج المجموعة الفنية للإعلان أما بالنسبة لقناوات الناقلة للمسلسل MBC دراما قناة سامة دبي وقناة الرأي هيبص الأول مرة في شهر رمضان 2022 من كم شهر اعتذرت ليارد الرهاب عن تأديل دورها بشخصية مونيرة في مسلسل أمينة حاف الجزء الثاني اتكلمت وقارت محدش يحط في باله حاجة أنا فعلا انسحبت بسبب ظروف شوية تعبانة فيها والناس طبعا قلقوا جدا وقالوا لها إن المسلسل من غيرك ولا حاجة إيمان فيصل نزلت فيديو جمعها بإلهام فضالة اللاقت عليه إن هي متحمسة بشكل مش طبيعي لدورها في مسلسل أمينة حاف الجزء الثاني دورت أحداث المسلسل في مسل الأول حول أمينة المتجوزة من رجل بسيط بتكتشف لاحقا إنه بيخفي عنها أسراره وإنه مخبي فلوس كتير من وراها وبيحرمها من أبسط حقوها في الحياة وكمان هتعرف إن فيه ناس بتطرده وتخطط لأتله وتكرر إن هي تخب المبلغ ده علشان تستفيد به بعد كده بتتبدل حياة أمينة وبتتجاوز من فارس وهو راجل مزواج اتجاوزها وكانت الزوجة الرابعة ليه وبتقوم أمينة على الحلم ده وهي طبعا نفسها إن هو يتحقق رغم إن هي عيشة حياة ثراء مع راجل كويس وبنتهل الكويسة لكن هتتمنى إن هي تعيش معاهم تاني وحتوقف جنب ساعد ومراته سبيكة وحتتجوز ساعد اللي هو شهاب جوهر هنكتشف بعد كده زواج ساعد من ستات تنين غير أمينة وسبيكة يعني من ضمن أزواجه هي أمر وكمان شمائل هنتعرف في مسلسل أمينة حافي الجزء التاني عن جواز شهاب من أربع ستات وظروف كل جوازة منهم سبيكة زوجته الأولى وبدرية زوجته المصرية اللي كانت فاكرة إن هو ثاري عربي ومعاه فلوس لكنها بتتغشي فيه وبتكتشف إن هو نصاب أمينة حافي اللي عايزة تحول الحلم بتاعها الواقع وتتجوز ساعد وتبدأ إن هي تقرب منه أما الزوجة اللي بعد كده فيه شرقاوي بدور شمائل شوء الهادي مش هتقوم بدور زوجته أما بالنسبة للبدر فشخصيته تقريبا بتختفي من العمل اللي هو شخصية الفنان عادل الطليحي مستنيين مسلسل أمينة حاف في رمضان؟ ما تبسيريش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد واستنوا بقية الحلقات أشوفكم على خير باي باي